اخواني كلمة التفويض هذه الكلمة تستخدم لمعاني مختلفة بعض هذه المعاني خاطئة بعض هذه المعاني كفر بالله عز وجل التفويض تستخدم هذه الكلمة لمعنى في مقابل الجابر الذي قال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا جابر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين هذا معنى التفويض بعض الناس كانوا طبعا هؤلاء لعله انتهوا لعلك لا تجد شخصا على وجه الأرض اليوم يقول بهذه المقالة هذه المقالة كانت في بعض الناس في بعض الناس المنحرفين عن الجادة في عصور سابقة قبل مئات السنوات كانوا يقولون بالتفويض يعني ماذا؟ يعني يقولون أن الله عز وجل خلق الخلق ثم ترك الخلق لأهل البيت هو لا يتصرف نهائيا ليست له أي سلطة في هذا الخلق هذا كفر بالله عز وجل هذا خاطئ أهل البيت حاربوا هذا المعنى روايات عديدة بالعشرات ضد هذا المعنى ضد هذا التفويض هذا ما يقوله اليهود أن الخلق خرج من قدرة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ليست له أي قدرة على الخلق لا هذا خطئ نحن لا نقول بهذا القول الله عز وجل فوض الأمر كله إلى أهل البيت يعني ماذا؟ يعني أهل البيت هم الذين يتصرفون في هذا الكون في كل لحظة يستمدون قدرتهم من الله عز وجل لا أن الله عز وجل في البداية أعطاهم القدرة وانتهى لا في كل لحظة في كل ثانية في كل طرفة عين يستمدون قدرتهم من الله عز وجل يعني ليست قضية أعطاهم وانتهى لا باستمرار اتصال باستمرار امداد من الله سبحانه وتعالى في كل لحظة هذا المعنى الصحيح فوض أمر التشريف فوض أمر التكوين المفوض إليه فوض دققوا في هذه الكلمة فوض الله عز وجل فوض أمر تحقيق العدالة في هذا الكون إلى مهدي آل محمد هذا أصعب من أنك تحيي آلاف الأموات لو أردت أن تحيي آلاف الأموات هذا أسهل من أنك تحقق العدالة كلها هذا أسهل من أنك تملأ الأرض الأرض بالعدالة إخواني أنت إنسان حكيم إنسان مقتدر لك قدرات زوجتك تتعاون معك أبناء كلهم يتعاونون معك تريد أن تحقق العدالة في بيتك فقط في دارك فقط لا تتمكن تحقق شيئا من العدالة تريد أن تحقق العدالة كلها في دارك في إطار العائلة فقط لا تتمكن كل العدالة لا تتمكن أن تحققها في دارك لو تعاون كل أهلك معك نعم دارك تكون أفضل من دار غيرك نسبة العدالة فيها أعلى أما تحقق كل العدالة لا تتمكن الإمام أرواحنا في داه هو يحقق العدالة هو هو بنفسه هو مفوض دقيقوا في الكلمة مفوض في تحقيق العدالة أنا لا أقول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فقط في هذا الحديث اقرأوا الروايات المتواترة بالمئات الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت يصفون الإمام بهذا الوصف يملأ الأرض يملأ هذا وصف للإمام يخرجوا فيملأ الأرض هو يملأ يعني بتخطيط منه بتنفيذ منه هو 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 بنفسه الشريفة يملأ الأرض هذا وصف للإمام يظهروا فيملأ الأرض يخرجوا من يخرج؟ الإمام فيملأ لا يحقق العدالة في بقعة صغيرة يملأ في كل الأرض إخواني القضية ليست خاصة بالبشر لا يملأ حياة البشر بالعدالة فقط لا يملأ الأرض يعني ماذا؟ يعني يملأ حياة البشر كلهم يملأ حياة كل الحيوانات كل الحشرات كل الطيور كل الأسماك يملأ حتى الجمادات حتى الأشجار حتى الأراضي حتى الجدرة هذا معنى يملأ يملأ الأرض النبي صلى الله عليه وآله لا يقول يملأ حياة الناس كلام رسول الله كلام الله عز وجل لا ينطق عن الهواء من هو إلا وحيا يوحى رسول الله يقول يملأ الأرض أهل البيت يقولون يملأ الأرض هو يملأ الأرض قسطا وعدلة هذا ليس أصعب من إحياء آلاف من الأموات أصعب هذا ما لم يتمكن أن يحققه أحد من العظماء من المقتدرين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرات الإعجازية من الأنبياء من الرسول الأمام يحققه المفوض هو يحققه بنفسه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر